وحل شهر مارس من سنة 2023 موعد أول تربص للمنتخب الوطني في هذه السنة موعد سيكون خاصا لعديد الاعتبارات كيف لا وهو أول تربص لجمال بالماضي بعد تجديد عقده ورغبته كذلك في تجديد التعداد فبعد سنوات من حفاظ الناخب الوطني على نفس التشكيل تقريبا يبدو بأن مدرب الدحيل السابق قرر أخيرا ضخ دماء جديدة على التعداد مستفيدا من عوامل عدة تتقدمهم توفر أسماء جديدة من مزدوجية الجنسية كخيار لبلماضي في صورة ريانيت نوري فارش عيبي وكذلك حسام عوار هذا دون نسيان أسماء محلية مقترحة في صورة هدى فشان أيمن محيوس وأفضل لاعب في دورة الجزائر حسام رزيق خيار آخر يضاف للخيارين الأولين وهو تألق أسماء جزائرية كانت تستدعى بانتظام لصفوف الخضر لكن دون تقديم أي إضافة تذكر هشام بوداوي آدم زرغان بلال براهيمي وحتى أمين عمورا الذي ورغم دخوله بديلا مع فريقه في مرات عديدة لكنه دائما ما يكون مهاجما حاسم أسماء عديدة وخيارات متنوعة تجعل بالماضي يعاني من مشكلة الأثرياء خاصة وأن الحرص القديم يبدو كذلك غير مستعد لفسح المجال أمام الجدد فرياض محرز يعتبر أفضل لاعبي الستي منذ نهاية المونديال بن سبعيني في طريق مفتوح للانتقال إلى دورتموند سليماني جدد شبابه في أندرلاخت دون نسياء أسماء أخرى ترفض التنازل عن أساسيتها بن ناصر بن طالب ويوسف بن ليلي مشكلة جميلة يعاني منها بالماضي جمال قبل موقعة النيجر المزدوجة نهاية الشهر الحالي تجعل الجماهير تحلم بسنة كبيرة لا تشبه تماما سنة 2022